منتدى شكل منبر للحديث وإثارة الكضايا الفلسطينية ومنها كضية الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال طبعاً الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الآن عددهم أكثر من 4500 أسير منهم 500 أسير محكومين بالسجن المؤبد منهم أكثر من 127 طفل تجاوزوا تحت السن القانوني و27 امرأة داخل سجون الاحتلال منهم أمهات أطفالهم داخل السجن أطفالهم خارج السجن وهن داخل السجن فهذا المنتدى يعني بوفرنا منبر بوفرنا فرصة للتعرف على الوفود العربية وفي نفس الوقت إثارة قضية الأسرى اللي بتحتاج كل الدعم وكل الدعم والمساندة من قبل الوفود العربية للرجوع إلى مجتمعاتها وهذا المنتدى صراحة بمثلنا منبر حر وإحنا يعني منوجه الشكر الجزيل للمنظمين والمرصد الوطني وفي نفس الوقت إحنا يعني لمسنا كمية التعاطف والتعاضد والمحبة والأخوة من الشعب الجزائري ومن المنظمين والقايمين على هذا المنتدى وإحنا منحاول قدر الإمكان توضيح قضية الأسرى وباقي القضايا الوطنية قضية الكوتس قضية اللاجئين موضوع الاستيطان وكل هاي المواضيع الوطنية ولكن أنا أمضيت داخل سجون الاحتلال 14 عام وإلي أربع شهور فقط مفرج عني من داخل السجون الصهيوني الإسرائيلية وبحاول قدر الإمكان التعرف على كل وفود العربية وإثارة هذا الموضوع كموضوع مركزي موضوع حر وأنا صراحة لمست قضية فلسطين مع كل اللي تحدثت بحهم في وجدان كل واحد منهم من كل البلدان العربية